مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني اراء سمو الامير فيصل بن الحسين الاحتفال الديني الذي اقامته وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الاثنين بقاعة المؤتمرات بمسجد الملك المؤسس بمناسبة رأس السنة الهجرية وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية وائل عربيات قال ان حدث الهجرة النووية الشريفة لم يكن حدثا عاديا يمر دون تحقيق ولا تمحيص بل هو حدث امة وانسانية حدث تجلت فيه تداعيات الهجرة القصرية لاناس فقدوا حقهم في التعبير عن رأيهم ومعارسة شعائرهم واعتناق عقيدتهم لم يكن حدث الهجرة النبوية الشريفة حدثا عاديا يمر دون تحقيق ولا تمحيص بل هو حدث امة وانسانية حدث تجلت فيه تداعيات الهجرة القصرية لأناس فقدوا حقهم في التعبير عن رأيهم وممارسة شعائرهم لا بل وحتى في اعتناق عقيدتهم مفتعام القوات المسلحة الاردنية الجيش العربي اللواء يحيى البطوش اكد ان الهجرة النبوية الشريفة كانت عنوانا بارزا لرسالة الاسلام التي تقوم على المحبة واحترام الاخر والتعايش ورفع الظلم ونشر العدل والقيم الاسلامية النبيلة وترسيخ لغة التسامح والعفو بين الناس بمختلف ألوانهم وأجناسهم وأديانهم الهجرة النبوية حدث تاريخي عظيم ونقلة نوعية استراتيجية في مسيرة الدعوة الاسلامية وحركة هداية وليست جباية أنجزها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وتوكل وتخطيط ومهارة لرسولنا القائد في ظل رعاية إلهية وعناية ربانية فكانت نصرا وانتصارا وإحقاقا للحق ودحرا لقوى الشري والباطل والعدوان أستاذة الشريعة بالجامعة الأردنية الدكتورة نداء زقزوقة استعرضت واقع الهجرة النبوية مؤكدة أنها كانت عنوانا رئيسيا لبث القيم والأخلاق ورفع الظلم وترسيخ مفهوم العدالة بين أبناء المجتمع الإسلامية بمختلف أطيافه وألوانه وأجناسه فنحتفل اليوم بذكر الهجرة النبوية التي بها انبلج نور الأمة الإسلامية ذلك النور الذي جمع أشتاة الناس وكرمهم وأعطاهم قدرهم ومتعهم بحريتهم الفكرية والدينية ذلك النور الذي جاء ليرفع الظلم عن المقهورين ذلك النور الذي جاء لينهض الإنسان فينا في كل من يصدق عليه وصف إنسان نحتفل اليوم بذكر الهجرة النبوية وفي نهاية الحفل القلعين حيدر محمود قصيدة بعنوان سيدي يا رسول الله تؤكد أن الإسلام ليس المتطرفين والمتشددين وإنما هو إسلام التسامح والمحبة وأخرى تؤكد أن الدوحة الهاشمية بقيادة جلالة الملك ستبقى دوحة العزة حازم السردي الحقيقة الدولية ترجمة نانسي قنقر